حقيقة نود أن نستمع أيضا من رئيس مركز لجنة الانتخابات في إمارة الفجيرة سيد محمد غانم الذي سيدلي إلينا ببعض المعلومات عن مدى الإقبال وعن تجهيزات مراكز دبال الفجيرة وإمارة الفجيرة ومسافي في هذه الانتخابات بداية سيد محمد مدى إقبال الناس مع ساعات الصباح الأولى في إمارة الفجيرة ومسافي ودبال الفجيرة أيضا بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة اليوم أصبحنا الساعة ثمانة فتحت جميع المراكز الإمارة وهي ما ما ذكرت ساعاتك أنه طبعا مركز في المدينة الفجيرة ومركز في مدينة دبال ومركز في مدينة مسافي الساعة الثامنة الحقيقة هنا نمكلمكم الآن الساعة التاسعة تغريبا والنص تغريبا الحقيقة الأمانة لأنه فيه إقبال أكثر من المتوقع عندنا ولا ننسى أننا في الساعات الأولى من هذا اليوم ونتوقع إن شاء الله على الساعات القادمة اللقبال يكون أفضل وأفضل هل هناك معوقات واجهة المراكز الثلاث كون أنتم مشرفين على ثلاث مراكز ومتباعدة جغرافيا نوعا ما لا والله يعني جميع اللجان قائمة بدورها كبير سواء في مجال التقني أو في مجالات الأخرى الإدارية يعني بالساعة بدقيق بدقيق يوافونا بأي يعني معوقات عنده والحق يعني ما كانت في أي معوقات تذكر كبيرة والأمور كلها في مركز مسافي ومركز الدبا والفجير الآن يوافونا أول بول في أمور كلها تمشي سليمة والجميع المراكز بها ناخبين والأمور تمشي كلها على حسب ما رسمينها لها نحن هناك هدوء في ساعات الصباح الأولى يعني تتوقع أن يقبل الناخبين على المراكز في أي ساعات تقريبا وما سبب هذا الهدوء الآن؟ هو طبيعي طبعا ما ذكرته اليوم يوم إجازة والصباح طبعا نحن نتكلم الآن يعني الساعة 9 ونص ولكن نتوقع إن شغل على الساعة 10 ونص على 11 اليوم أو كذلك يعني من الساعة 4 ونص العصر لن الساعة 7 يعني نتوقع أنه فيه قبال كبير لأنه الفترة هاي فترة يعني ممكن لك شخص كتير يتحرك فيها وبصورة هاي مدى سهولة الترشيح والانتخاب؟ والله يعني إحنا الناخب عندما يحضر المركز أكثر عن ثهد قائق ما يأخذ عندنا ومن ثم يتوجه وإنتم ممكن شفتوا على المباشر وعلى الوضع الطبيعي أنه الأمور كلها تمشي بسلاسة يعني شكرا سيد محمد شكرا